بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي مع السفير التركي لدى بلادنا ليفنت ايلر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمال المستشفى الميداني التركي في محافظة تعز اطلع الوزير المخلافي سفير التركي على تطورات العملية السياسية في بلادنا وجهود المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتين جريفث منذ استلامه لمنصبه في مارس الماضي مؤكدا ان الحكومة الشرعية وكما دعمت المبعوث السابق اسماعيل والشيخ مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون للمبعوث اليديد لاستئبنا في عملية السلام وفقا للمرجعيات المتوافق عليها دوليا وإقليميا ومحليا والمتمثلة في المبادرات الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقال وزير الخارجية ان السلام في اليمن ممكن تحقيقه متما كان لدى الميليشيات الانقلابية النية الحقيقية للالتزام بمتطلباته والسعي نحوه من جانبه أكد السفير التركي استمرار بلاده في دعم الحكومة الشرعية وتقديم الدعم الإنساني وتنموي لليمن حكومة وشعبا انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين وتطرقا إلى موضوع اجتماع مجموعة الاتصال الخاص باليمن في إطار منظمة التعاون الإسلامي والذي تم تأجيله مؤخرا إلى بعد شهر رمضان مؤكدا بأن تركيا حريصة على عقل الاجتماع والخروج بنتائج عملية منه حضر اللقاء مسؤول آسيا وافريقيا بمكتب وزير الخارجية سكرتير ثاني عماد بامطرف وحضرها من السفارة التركية لدى بلادنا السكرتير أول تشتن شكرا